السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو اللي فات اتعلمنا فيه ازاي نقدر نعمل حساب جوجل ادسنس بخطوات صحيحة ببيانات صحيحة علشان يتوافق عليه النهاردة بقى في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نقدر نربط الحساب اللي احنا عملناه بقناة اليوتيوب بتاعتنا بحيث ان ما يحصلش اي مشاكل اثناء الربط واثناء المراجعة تمام؟ يلا بينا بقى نعرف اللي ما نعرفوش مع بولو عريف اهلا بيكم مرة تانية دلوقتي الفيديو اللي فات احنا كنا عملنا خلاص حساب الادسنس بتاعنا اللي احنا عايزين نربطه بالقناة دلوقتي بقى في الفيديو ده هنعرف ازاي نربط القناة بالحساب اللي احنا عملناه بتخش على القناة عندك ستوديو بعد كده خانة تحقيق الربح بعد ما بتكون خلاص اتأكدت ان الاربع شروط بتاعت اليوتيوب متحققين اللي هما الاربع تلاف ساعة الالف مشترك التحقق بخطوتين وانزير وانزارات بتعمل تقديم طلب وبتضغط على كلمة تقديم طلب الان بتلاقي هنا ان فيه تلات خطوات مطلوبين منك ولسه التلاتة مكتوب جنبيهم لم يتم البدء طبعا بيولوجيك بنبتدي من الخطوة الاولى وبندوس على البدء طبعا بتطلع لك هنا الشروط والاحكام اللي محدش فينا بيقراها وغزبا عنك بتدوس على وافق على الاحكام وبتعمل قبول الاحكام بعد دقيقة واحدة بالزبط بتلاقي هنا الخطوة الاولى مكتوب عليها تم لان الخطوة دي ما بتحتاجش حاجة كل القصة ان انت بتوافق على الشروط والاحكام اللي هي موجودة فبالتالي مش بتحتاج مراجعة او حاجة هنا بقى بنبتدي في الخطوة التانية والخطوة التانية هنا بيبقى مطلوب منك الاشتراك في جوجل ادسنس علشان طبعا القناة بتاعتك تتربط بحساب يقدر يحط لك عليه الفلوس بتاعتك طيب بندغط على البدء هنا بيطلب منك انك تثبت الهوية بتاعتك فحتدوس متابعة بيبعتلك على التليفون بتاعك كود المفترض ان انت بتدوس على نفس الرقم يعني هنا على التليفون دلوقتي هيكون جالك 3 ارقام بتختار منهم الرقم اللي ظاهر عندك على الشاشة اللي هو مثلا في الحالة دي 33 عشان بس يتأكد ان انت صاحب الحساب دلوقتي هو خلاص تأكد وحيبتدي يخش على الخطوة اللي بعدها هنا بقى اهم خطوة هنا بيقولك هل لديك حساب حالي على ادسنس في ناس كتيرة جدا بتغلط وبتضغط نعم لدي حساب حالي لا انت بتكتب لا املك حساب حالي هتقول لي الله امال احنا الفيديو اللي فات عملنا ايه احنا الفيديو اللي فات عملنا حساب ادسنس لكن هنا هو بيسأل هل انت عندك حساب ادسنس بنفس الميل اللي انت فاتحه ده اللي هو ميل القناة طبعا احنا حساب الادسنس بنعمله بميل مختلف فبالتالي بتكتب لا أملك حساب حالي الموضوع واضح هو هنا بيسألك انت عندك حساب على AdSense هنا يقصد عندك حساب على AdSense بميل القناة طبعا احنا مش عاملين حساب بميل القناة فبتكتب لا أملك حساب حالي طيب بيقولك كده المفروض ان انت ما عندكش حساب حالي طيب اعمل متابعة بيفتح لك هنا بقى صفحة تانية جديدة فيها الحسابات بتاعتك كلها انت هنا بتختار الميل بتاعك اللي هو اللي انت عامل عليه الحساب بتاع AdSense طيب انا كنت مسجل قبل كده فبختاره بيقولك دخل الباسورد بعد ما بتدخل الباسورد بتضغط على كلمة التالي هنا بيفتح لك الصفحة بتاعة جوجل AdSense اللي انت عامل عليها بيجيب لك البيانات كلها وطبعا هنا ترامى جيب لك البيانات يبقى معناها ان انت الحساب بتاعك كان متوافق عليه فعلا وبعد ما بيجيب لك البيانات بتلاقي هنا تحت موقعك الالكتروني وموجود اللينك بتاع القناة بتاعتك يعني معنا ذلك ان هو دلوقتي رابط حساب ال AdSense بالقناة طيب بيقولك هل انت قابل الربط ده طبعا انت بتقوله قبول الربط هنا بيفتح لك الوجهة بتاعة جوجل AdSense وبيقولك ان هو دلوقتي حيرجعك تاني لليوتيوب انت هنا ما بتعملش حاجة وبتنتظر ان هو يعمل لك توجيه تاني انه يرجعك صفحة اليوتيوب بتاعتك هنا دلوقتي لو حتلاحظ حتلاقي الخطوة التانية بعد ما كان مكتوف فيها لم يتم البدء بقى مكتوف فيها قيد المراجعة وحننتظر على الاقل 24 ساعة 48 ساعة ونشوف ايه اللي هيحصل بالزبط ان شاء الله باذن الله ونكمل مع بعض وهنا والحمد لله وفاقل من 48 ساعة لانك عامل حساب جوجل AdSense كويس مفخوش غلطة البيانات بتاعته سليمة كل حاجة فيه معمولة بدقة فالحمد لله فاقل من 48 ساعة بتجيلك موافقة من اليوتيوب على الحساب بتاعك وعلى ربطه بالقناة وبتجيلك الرسالة دي اللي بتقولك تهانينا ان انت اصبحت الان من شركاء يوتيوب وبعد كده بتضغط على كلمة البدء وهنا بقى بتلاقي ان الخانة بتاعي تحقيق الارباح شكلها اتغير بدل ما كان بيطلع لك زمان العدات بتاع الساعات والارباح والكلام ده لأ دلوقتي بقى بتظهر لك بالشكل الجديد ده اللي هو بقى عندك فيه خيارات تحقيق الارباح انك عايز بقى تجيب من الاعلانات تجيب من السوبر في عندك السوبر شات حاجات كتيرة جدا بعد كده ممكن نعرفها بالتفصيل وفوق هنا بيقولك ان تم القبول بتاع طلب انضمامك لبرنامج الشركاء فطبعا انت بتعمل تحقيق الارباح من الفيديوهات هنا بيقولك على ضبط الاعدادات المفضلة لتحقيق الارباح يعني بيقولك هل تريد تحقيق الارباح من الفيديوهات الحالية طبعا اكيد تحقيق الارباح من كل الفيديوهات طيب بالنسبة لاعداد الاعلانات هو هتلاقي معلملك على كل الإعلانات اللي عندك وتفعيل عرض الإعلانات أثناء تشغيل الفيديو وبتدوس تطبيق الإعدادات المفضلة تمام؟ وآخر خطوة بتعملها في إنك بتخش على خانة تحقيق الربح والقيود وبتحاول إن كل الفيديوهات اللي مكتوب عليها إيقاف بتدوس أنت تفعيل وبتدوس حفظ لازم على كل فيديو تعمل نفس الحاجة بس ومبروك عليك بقى الأرباح إن شاء الله تمام؟ احتاجتوا أي مساعدة؟ التواصل معي موجود كل وسائل التواصل موجودة في الوصف بتاع الفيديو ربنا يوفقكو أشوفكو الفيديو جيد إن شاء الله